اهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين خفض تصنيف الاقتماني لثلاثة مصارف لبنانية تملك الجزء الأكبر من الدين العام للبلاد العراق يطلق دفعة السادسة من رواتب الإعانة الاجتماعية لمستحقيها بقيمة ثلاثمائة وأربعة وعشرين مليون دولار وفي النشرة النقابة الفرنسية تعلق الإضراب العام خلال فترة الأعياد أهلا بكم خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف ثلاثة مصارف لبنانية من درجة تريبل سي إلى أس دي ما يعني أنها تعاني من تعثر انتقائي وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على خفض سابق للتصنيف وهي الدرجة الأدنى على سلم التصنيفات قبل إعلان التعثر الكامل أي الإفلاس المصارف الثلاثة هي عودة وبلوم والبحر المتوسط وهي من أكبر المصارف في لبنان وتحمل شريحة الأكبر من الدين العام اللبناني تراجع التصنيف هذا يعني أن المصارف تعاني من تخلف في بعض مدفوعاتها وأن إمكانية تحقيق تحسن في تصنيفها ضعيف قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب إنه سيعمل على تأليف حكومة اختصاصيين ومستقلين قادرة على إنقاذ الوضع في لبنان وفي مقابلة حصرية مع قناة دي دابلي وأكد دياب أنه سيعمل على تأليف حكومة مميزة لا تشبه سابقاتها وفي فترة لا تتجاوز ستة أسابيع مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على الاستجابة لمطالب الناس وهمومهم وأكد رغبة لدى جميع القوى السياسية للتعاون مع الحكومة المقبلة إلى تونس حيث أعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية إلغاء الرحلة 724 المتجهة إلى باريس بسبب إضراب مفاجئ وغير معلن نفذه الطيارون التونسيون وذلك في محاولة منهم للضغط على الجهات الإدارية والحكومية لتفعيل مشروع زيادة في أجورهم لا يزال في طور الدراسة لدى الحكومة بعد مؤفقة الإدارة العامة للشركة ووزارة النقل على محتوى قرر المجلس الوزري التونسي إعادة جدولة ديون أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون وإلغاء كل غرامة تأخير عن سداد الديون وفق ما كشف وزير الفلاحة التونسي سامير بالطيب وأضاف بالطيب إنه تقرر شراء كمية كبيرة من زيت الزيتون من خلال ما يعرف بديوان الزيت التابع للحكومة في مسعى منها لتعديل السوق قرار مجلس الوزراء يأتي بعد ارتفاع إنتاج تونس من زيت الزيتون هذا العام إلى 350 ألف طن ما أدى إلى تراجع أسعاره وانعكس سلبا على أرباح الفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدرين بإضافة عن جدولة للقروض فأنه كيف بفصل من قانون المالية من 2020 تم فسخ كل خطايا التأخير عن ناس هدوم جدولة للقروض وفسخ خطايا تأخير عن ناس هدوم وهذا إجراء مهم وينتظروا فيه إن شاء الله يكون عنده نعكاس حتى الأسعار ترتفع شوية النقطة الثانية هو تدعيم القدرة المالية لديوان الوطن الزيت حتى يتدخل أكثر لتعديل السوق والاقتناع كميات من الزيت وأهنا بطبع الحال مكننا ديوان الزيت من أنه يتحصل على 100 مليون دينار على صعيد آخر نفى رئيس ديوان الحبوب توفيق السعيدي ما راجى من أخبار عن حجز شحنة حبوب مصرطنة في ميناء سوسا وفتح تحقيق في هذا الموضوع وأكد السعيدي أن كل شحنات الحبوب المستوردة تخضع للتدقيق الصحي لتأكد من سلامتها وأن التحليل تشمل أيضا التحقق من عدم وجود مواد مشعة في كل شحنة في مخص الشحنة هذه في سوسا سيسمعنا بها هذه الحكاية ولكن هو مش ديوان حبوب اللي موردها مورد خاص ولكن الإشكال هو إشكال أنه لقعوا فيها السوس الحي والسوس الحي هذا يعني سانبرودو كارنتان يعني الوزارة الفلاحة ما تعطيشي التصريح بشيفة الأفراج على البضاعة للتفريغ إلا ما يقع معالجتها ومدواتها فوق البابور أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق باسم عبد الزمان إطلاق الدفعة السادسة من رواتب الإعانة الاجتماعية لمستحقها بقيمة ثلاثمائة وأربعة وعشرين مليون دولار ويبلغ عدد المستحقين أكثر من مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف أسرى في بغداد ومختلف المحافظات يشار إلى أن عدد الأسر العراقية التي يعيلها رجل واحد يبلغ أكثر من ثمانمائة واثنين وتسعين ألف أسرى أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تسعى إلى إبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا لتصدير الغاز عبر أراضيها إلى أوروبا وشدد على أن الاتفاق يجب أن يكون مقبولا للطرفين وغير محفوف بالمخاطر وأشار بوتين إلى أنه على الرغم من عدم توقيع اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا فإنه جرى نقل نحو سبعة وثمانين مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا وحصلت على ثلاثة مليارات دولار كرسوم للعبور علقت النقابات العملية في فرنسا الإضراب العام المستمر منذ الخامس من الشهر الحالي وقالت إنها تنوي استئناف الإضراب مطلع العام المقبل وكانت النقابات قد رفضت مقترحات الحكومة المتعلقة بتعديل نظام معاشات التقاعد فيما رأى رئيس الوزراء إدوارد فليب أن المباحثات بين الجانبين أحرزت تقدما يذكر أن الإضراب العام شل إلى حد بعيد وسائل النقل العام والإدارات الرسمية ولسيما في العاصمة باريس خصص الاتحاد الأوروبي حزمة إضافية من المساعدات الإنسانية إلى الفئة الضعيفة والمتأثرة بالنزاع القائم في شرق أوكرانيا تبلغ قيمتها ثمانية ملايين يورو معربا عن قلقه من الوضع الإنساني المتردي في المنطقة وجاء في بيان صحفي الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق الشديد إزاء الوضع الإنساني غير المستقر الذي يعيشه شرق أوكرانيا لذلك تواصل بروكسل دعوتها إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل وافق مجلس النواب الأمريكي على اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ما يعد انتصارا للرئيس دونالد ترامب التصويت جاء بغلبية كبيرة تضم أصوات من الحزبين إذ أيده 385 نائبا ورفضه 41 فقط ويمثل هذا الاتفاق نسخة محدثة من اتفاق التجارة الحر نافتا الذي كان ترامب ينتقده دوما والذي ساهم كثيرا في النمو الاقتصادي للدول الثلاث اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد وقف الرسوم الجمركية على الإرسال الإلكتروني حتى حزيران يونيو من العام المقبل وتقديم شكاوى متعلقة بالتجارة الإلكترونية ويعرف برنامج العمل التجارة الإلكترونية بأنها إنتاج وتوزيع السلع والخدمات أو تسويقها أو بيعها أو تسليمها بالوسائل الإلكترونية من ناحية أخرى وافق أعضاء منظمة التجارة على ميزانية المنظمة لعام 2020 البالغة 200 مليون دولار أعلن موقع فيسبوك أنه بصدد التحقيق في تقرير بشأن نشر معلومات على شبكة الإنترنت متعلقة بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه ويكاية الصحافة الفرنسية نقلت عن متحدث باسم فيسبوك قوله إنه من المرجح أن تكون هذه المعلومات قد جرى الاستلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القادلة الماضية لحماية بيانات الناس بنحو أفضل حذر تقرير للبنك الدولي من أزمة مالية عالمية وشيكة إذا تعرضت الاقتصادات العالمية لأزمات عالمية مفاجئة أو حدث ارتفاع مبالغ فيه لأسعار الفائدة بعدما ارتفعت معدلات ديون الأسواق الناشئة إلى 55 ألف مليار دولار في نهاية العام الماضي وبلغت نسبة ديون الأسواق الناشئة لإجمالي ناتج المحلي نحو 170% بزيادة بلغت 54% في السنوات الثماني الماضية انطلق قمر صناعي لمراقبة الأرض طورته الصين والبرازيل في إطار برنامج مشترك ينظر إليه كنموذج لتعاون أوسع نطاقا بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة وتضم مجموعة بريكس البرازيل والروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا التي أجرت محادثات بشأن اتفاقية لتطوير مجموعة أقمار صناعية لمراقبة الأرض عن طريق الاستشعار عن بعد وتبادل البيانات التي تجمعها الأقمار الصناعية التابعة لكل بلد كشفت دراسة نشرها موقع كورتس أفريكا أن شركات ورجال الأعمال في أفريقيا يفضلون العمل في نطاق الاقتصاد غير رسمي بسبب الضرائب الباهضة والتشريعات الخانقة ورداءة التعامل الإداري الحكومي وأفدت هذه الدراسة بأن 34% من مجمل النشاط الاقتصادي في أفريقيا يصنف في نطاق القطاع غير رسمي مثل البيع في الشوارع والعمل في النقل العام غير المنظم وغيرها من المهن غير المسجلة في الدولة وأشارت الدراسة إلى أن دولا متعددة من بينها السنغال تعاني من تناقص إيرادات الدولة الضريبية بسبب امتناع أصحاب العمل عن تسجيل أعمالهم توقع الدراسة جديدة أن يعاني 49% من البالغين في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 زيادة كبيرة في الوزن فيما سيعاني 24% من البدانة المفرطة وأشارت دراسة أمريكية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المصنعة أكثروا عرضة للإصابة بالسكر بالمقارنة مع وجبات الأشخاص الغذائية الغنية بالأطعمة في صورتها الطبيعية غالبا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة كبيرة من السكر والدهون والسعورات الحرارية الخالية من أي قيمة غذائية ربح ناشطون بيئيون دعوة قضائية ضد الحكومة الألمانية تلزمها العمال على خفض انبعاثات الكربون بواقع 25% نهاية العام المقبل بالاعتماد على مستويات عام 1990 كسنة مرجعية المحكمة العليا في ألمانيا ألزمت الحكومة تنفيذ هذا الخفض ما يسهم في خفض انبعاثات مسببة للاحتباس الحراري ويساهم في حماية البيئة للأجيال المقبلة وكانت الحكومة الهولندية أيضا قد خسرت دعوة قضائية مماثلة وقالت في قرارها إن الانبعاثات تؤثر مستقبلا في حياة سكان البلاد ورفاهيتهم بهذا الخبر نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة